نجحت الدوريات المقاتلة لقوات حرص الحدود بنطاق المنطقة الغربية العسكرية من ضبط اربع سيارات دفع رباعي بدون لوحات معدنية عثر بداخلها على سبع بنادق الية وبندقية قناصة وبندقيتين قرطوش وثلاث خزن بالاضافة الى اكثر من الفيقاروسة سجائر مصرطنة بمنطقة سيوة داخل بحر المال الاعظم كما تم القبض على 149 متسللا من جنسيات مختلفة خلال محاولة للهجرة غير الشرعية وضبط خمسة اجولة من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 80 كيلو جراما بمنطقة السلوم على الحدود المصرية الليبية وفي سياق متصل شهدت الحدود المصرية مع قطاع غزة تنظيم تدفق ودخول 1308 سيارة نقل محملة بالبضائع المختلفة عبر منفذ كرم ابو سالم الحدودي باعتباره المنفذ الشرعي لدخول البضائع الى القطاع ذلك على مدار الايام الثلاثة الماضية كما تمكنت عناصر القوات البحرية بالتعاون مع عناصر حرس الحدود بالجيش الثالث الميداني من احباط تهريب قرابة خمسة اطنان من نبات البنجو المخدر بمنطقة خليج السويس ذلك بعد ورود بلاغا من عناصر تأمين الحدود بالاشتباه في مركبين للصيد بالمنطقة امام حمام فرعون بالساحل الشرقي لخليج السويس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة